السلام عليكم ورحمة الله حبيب أبطال الصف الثاني الابتدائي معكم أستر سعيد بدوي ومعانا كتاب اللغة العربية الترمي الأول الوحدة الأولى الدرس الأول في الحديقة معانا الدرس الأول في الحديقة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل فأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا أول درس عندنا في الحديقة اقرأ النص التالي قراءة جهرية معبرة ذات يوم زرنا حديقة الأزهار شاهدنا الورد الأحمر والأصفر والأزرق كانت رائحة الورد عطرة مد سمير يده ليقطف ورده باسم قال الورد يا أصدقائي مثل الأطفال يضحك حين نسقيه ويبكي لو قطفناه بسمة قالت الوردة إذا قطفتها فهي لك وإذا تركتها فهي لك ولغيرك هناخد معاني الكلمات الكلمة عندنا شاهدنا معناها أبصرنا عطرة معناها طيبة رائحة عطرة يعني رائحة طيبة مد بسطة يقطف يقطع يقطف يقطع مثل شبيه مثل يعني شبيه حين يعني عندما حين عندما نسقيه نرويه نسقيه نرويه قطفناه يعني قطعناه قطفناه قطعناه الكلمة وجمعها المفرد زي يوم جمعها أيام يوم الجمع أيام حديقة حدائق حديقة حدائق المفرد رائحة الجمع روائح رائحة روائح مثل أمثال مثل أمثال يد أيد أو أياد دي صح ودي صح يد أيد أو أياد وردة الجمع ورد ورد الجمع ورد طيب العكس الجمع والمفرد الجمع الأزهار المفرد بتاعها زهرة الكلمة الجمع أزهار المفرد زهرة أصدقائي مفردها صديقي الورد جمع الوردة مفرد الأطفال جمع الطفل مفرد الأطفال جمع الطفل مفرد الكلمة والمضاد الكلمة عندنا عطرة مضادها كريهة رائحة عطرة يعني رائحة طيبة مضادها رائحة كريهة مدى مضادها قبضة يقطف مضادها يترك يقطف مضادها يترك أصدقائي مضادها أعدائي أصدقائي مضادها أعدائي الأطفال مضادها الشيوخ يضحك مضادها يبكي نسقي مضادها نظمي تركتها مضادها أخذتها تركتها مضادها أخذتها وطبعا أخذتها مضادها تركتها نظم مضادها نسقي يعني الكلمة دي ضد دي يعني الكلمات هنا عكس بعضها كريهة مضادها عطرة وعطرة مضادها كريهة وهكذا وجينا يا حبيبي لفقرة سؤال وجواب والأسئلة دي بتاعة امتحانات سابقة ماذا زار الأصدقاء؟ زار الأصدقاء حديقة الأزهار زار الأصدقاء حديقة الأزهار ماذا شاهد الأصدقاء في حديقة الأزهار؟ شافوا إيه؟ شاهد الأصدقاء الورد الأحمر والأصفر والأزرق شاهد الأصدقاء الورد الأحمر والأصفر والأزرق ما ألوان الورد الموجود في الحديقة؟ الأحمر والأصفر والأزرق لماذا مد سمير يده؟ سمير مد إيده ليه؟ مد سمير يده ليقطف وردة مد سمير يده ليقطف وردة ما رأيك في تصرف سمير؟ يعني إيه رأيك في اللي سمير عمله؟ تصرف خاطئ تصرف خاطئ إيه هو؟ إنه مد إيده ليقطف وردة هذا تصرف خاطئ ماذا قال باسم عن الورد؟ باسم قال إيه عن الورد؟ باسم قال الورد مثل الأطفال يضحك حين نسقيه ويبكي لو قطفناه باسم قال إيه تاني قال الورد مثل الأطفال يضحك حين نسقيه ويبكي لو قطفناه السؤال السابع ماذا يشبه الورد؟ الورد شبه إيه؟ الورد يشبه الأطفال الورد يشبه الأطفال السؤال الثامن ماذا يحدث للورد حين نسقيه ماذا يحدث للورد حين نسقيه يعني الورد بيحصل له ايه لما نسقيه يضحك الورد حين نسقيه يضحك الورد حين نسقيه متى يبكي الورد يبكي الورد لو قطفناه الورد بيبكي امتى يبكي لو قطفناه لماذا لا نقطف الورد ليه احنا لا نقطف الورد لاننا اذا قطفناه لاننا اذا قطفنا الورد يكون لنا وحدنا أما إذا تركناه فسيكون لنا ولغيرنا ثاني لأننا إذا قطفنا الوردة يكون لنا وحدنا يعني انتهى تقطف الوردة ستأخذها معك تكون لك وحدك أما إذا تركته على أغصانه فسيكون لنا ولغيرنا يعني كل الناس سوف تشاهده وتشم من رائحته العطرة ثاني السؤال ده لماذا لا نقطف الوردة لأننا إذا قطفنا الوردة يكون لنا وحدنا أما إذا تركناه فسيكون لنا ولغيرنا ماذا قالت بسمة؟ قالت بسمة الوردة إذا قطفتها فهي لك وإذا تركتها فهي لك ولغيرك وبكده حبيب انكن خلصنا الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أنت مش عامل وتفعل جرس التنبيه تدوس على زر الجرس وتنشر الفيديو في صفحات التواصل لديك عشان يعوم الخير وتدعمنا ومع أجمل وأحلى وأرق وأطيب أمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي مستر سعيد بدوي اشتركوا في القناة